اهلا فيكم. برج الحمل في قناتي. رح نشوف شو هي توقعاتك العاطفين. طبعا الطاقات مفتوحة. لنكن تنطبق عليك القراعة اكتر من شهر. ولكن نحن رح نوجه الطاقة لمدة شهر واحد. فرح نشوف شو مستنيك برج الحمل. راح تكون للبرج الشمسي والقمري والطالع. وايضا تقبل العكس. يعني اذا انت عم تتابع لبرج الحمل. وممكن تشوف انه بعض الاشياء اللي بحكي عليها او بعض الطاقات مشابهة لطاقتك او منطبق عليك. رح ناخد ايضا كروت للتوضيح. طيب اول اشي رح نبلش بطاقتك انت لهالشهر. رح نشوف شو هي طاقتك انت. اه برج الحمل انت في حاليا بمطرحة متحس انك اه بدك تختار. او فيه عندك اه اشي معينة عم تحس انه انت عم تبدل طاقة فيه اه بزيادة او عم تبدل مجهود فيه بزيادة. بعلاقتك الحالية عم تحس انه انت اه عم تحط مجهود اكتر من الشخص اللي انت عم تتعامل معه. مش عم تشوف انه فيه اه عدل وموازنة بالاخذ والعطع. عم تحس انه وصلت الى مرحلة بدك تفكر. لانه الوضع عم سبب لك اه تشوف مش عاطفي فوصلت الى مرحلة بدك تفكر. العلاقة بتستاهل. اللي انت عم تحط فيه المجهود اللي انت عم تحط فيه. لانه عم شوفك ايضا دفاعي بهالفترة. دفاعي كتير. وعم شوف انه اه الحكي او المناقشات مع الشخص اللي عم تتعامل معه اه طاقة كتير اه حادة. مع انك في مشاعر تجاه الشخص الى انه اه الوضع من الناحية يعني الذهنية او العقلية بسبب لك كتير توتر. وكتير شوشرة. فانت عم شوفك قاسي باتخاذ القرارات مع هالشخص. لانه عم شوفك وصلت الى مرحلة بتحس انه فاض فيك الكيل او بتطلعت تتحمل اكتر. ايضا بتحس انه القرارات اللي عم تتاخذها انت راضي عنها. انت راضي عنها عم تحس انك عم تطلع منتصر من الوضع اللي انت فيه. منتصر اه العلاقة. راضي عن اختياراتك. ممكن بالتواصل بينك وبين الشخص اللي عم تتعامل معه. فيه شوي طاقة لعوبية او. او انت عم تستخدم السلوب معه بالحكي. عم يعود اليك بالنتيجة اللي انت بدك اياها. يعني عم شوف انت قادر كتير تفهم عقلية الشخص اللي انت معه. وبتعرف كتير كيف توصل الى النتيجة اللي انت بدك اياها مع هالشخص. يعني براغم انه فيه اه حب ومشاعر بينك وبين هالشخص الى انه انت مثل ما حكيت لك وصلت الى مرحلة بتحس انه انت يعني بطل في عندك القدرة تغطي اكتر. فوصلت الى مرحلة اختيار اختيار قرارات صعبة. بالنسبة لطاقة الشخص اللي عم تتعاون معه. طاقة الحبيب. طاقة الشريك. طاقة الشخص اللي انت عم تفكر فيه. عم شوفوا اه عم يحط كرسونة معينة او عم يحط ماسك معين بالعلاقة. عم يظهر للك بطريقة او بشخصية غير اللي هو يعني غير شخصيته الحقيقية هالشخص. اه ممكن عم شوفوا كتير متردد كتير متحفظ ايضا. كتير بيحب يكتم على مشاعره. ولكن هو ما عم شوف ميته انه يظلمك او اشي. عم شوف انه شويل دفاعي. اه شويل متحفظ اكتر مما هو اه اكتر مما هو هجومي. عم شوفوا متحفظ اكتر على مشاعره. يعني ممكن انت تكون طاقتك متحوري اكتر. ممكن انت اه تكون انفعالي اكتر. هالشخص عم شوفه مش هيك. عم شوفه متحفظ اكتر على مشاعره. في اشي كتير اه بتدور في راسه. بيحب يحكيها. ولكن مش عم يحكيها. بيشوفك اه هالشخص حاليا محدود بمطرح في امامه عدة اختيارات من الناحية العاطفية. بيشوفك على انك امنية. وعم شوف انه مشاعره يعني المشاعر الظاهره اللي عم بيورجيها لالك. عكس اه عكس مشاعره الداخلية. وعكس ما يحس فيها الشخص بعقل الباطل. لانه بيشوفك امنية بالنسبة لاله. ايضا في عنده عرض حب بده يقدم لك يا او في عنده عرض حب بده يحكي فيه لالك. او حتى في عنده مشاعر هو متردد جدا انه انه يحكيها لالك. لانه بده يظهر بصورة معينة. بده يظهر بشخصية معينة هالشخص. فعم يبين انه هو متمكن. عم يبين انه هو الوضع مش كتير مؤثر فيه. ولكن ام في العقل الباطني عم شوف المشاعر عنده اه اكتر من عندك. عم شوف انت بطاقتك اكتر. بطاقتك النارية اكتر. وعم شوف هو من جوه. ممكن يكون اه الجوج اللي عم تتعاون معه برج مائي. او في عنده كتير طاقة مائية. ولكن عم شوف هو حاليا ممكن انت مركز اكتر على اه مشاريعك وانجازاتك اكتر من من هو. عم شوف هو بعقل الباطن كتير مركز على العلاقة اللي بينكم. ايضا المشكلة اللي بينكم او واحد من اسباب الخلافات اللي بينكم. انه في امور كتير مش عم تحكوا فيها. عم تطاولوا بالموضوع فيها. في اشي كتير عم تأجلوا عم تأجل الحديث فيها. سبب التأجيل او سبب انه في اشي كتير مش عم تحكوا فيها. هي اللي عم تقدي الى مشاكل بينكم. بالتواصل. لانه في طرف منكم عم يحس بكسرت قلب. يعني في حدا منكم اه مجروح. وايضا اه من الاسباب اللي ممكن تكون فيه بينكم اه فيها خلافات اسباب مادية او مش بالضرورة مادية ممكن تكون الاسباب فيه عدم القدرة على الالتزام من طرف معين ممكن انت ممكن هو الطرف. ولكن فيه شخص ما عنده القدرة على الالتزام عم يماطل عم يماطل عم يعني عم يجر الموضوع اكتر مما هو مستاهل. عم شوف انه البدايات بينكم ازا للبعض منكم اللي مش عم يحكي مع هالشخص. الاشي اللي مسبب مشكلة حاليا انه ما في بدايات جديدة بينك وبينه. يعني انت بدك بداية جديدة وهالشخص بده بداية جديدة ولكن ما فيه اي اي خطوة تتخذوها لانه انتو الاتنين يعني كل واحد يعني كل واحد عم يحاول يمشي كلمته او بده هو يكون الشخصية الاقوى بها العلاقة. ففيه بينكم شوي صراع على السلطة بصراحة يعني انت بتحب انه كلمتك تكون مسموعة وايضا هالشخص يحب انه كلمته هو ايضا اا تكون مسموعة. بالنسبة لخطوتك انت في المستقبل او شو اللي مخطط له انت عم شوفك اا مركز كتير على على جسمك ايضا يعني ممكن فيه اشي عم تفكر اا تغيرها ممكن تغير داية طريقة اكلك. اا ممكن تتبق حمية غذائية جديدة. ايشي بيتعلق بجسدك. او شوف ايضا مركز انت كتير على مشروع انت فيه او فيه عندك شغف لهالمشروع اللي عم تشتغل عليه. ايضا بتفكيرك او بخطوتك للمستقبل عم تفكر باشياء فيها اا نوع من الالتزام او نوع من الارتباط. عم شوفك عم تبحث على ارتباطه على اا او وضع موزون. يعني البعض منكم برج الحمل بده يستقر. شوف انه ما بدك تستقر. ايضا بما يخص العلاقة وبما يخص الشخص عم شوف انك رح تاخد موقف حيادي اكتر. بمعنى انك مش رح تحكي في في اشي رح يكون ما بدك تتهوي او بدك تحكيها. ولكن عم شوفك مش رح تحكي في المستقبل. رح تحاول تكون متحفظ اكتر. مشوف ايضا رح تكون اكتر او رح تكون اجتماعي اكتر. بدك تطلع مع يعني مع اصدقائك او بدك تكون شخصية اجتماعية. ما عم شوفك منعزل او خطوطك القادمة رح تكون منعزل او رح تكون منطوي على حالك عم شوفك رح تكون شخص اجتماعي اكتر. بالنسبة اا للشخص اللي عم تتعامل معهم. عم شوفوا اكتر في رحلة بحث عن الذات. بدو اا يكتشف هالشخص شو اا هدفه من الحياة. يعني فيه امور هالشخص حاليا عم يفكر فيها اللي هي شو هدفه اا من الحياة. رحانيات ورح تعلق اكتر. هو عم شوفك انت مركز على امور ارضية. على شغرك على عملك. عم شوفه هو اكتر مركز على امور رحانية اكتر. هلأ هاي الكرت الوحيدة اللي اطلع مقلوب عندي. ف دي تشاريت. دي تشاريت هاي مواقع التقدم تحرك الى الامام بس بما انه اجت مقلوبة عم شوف انه الشخص حاليا ما في عنده او خطوطه القادمة ما رح يكون فيها تحرك كتير الى الامام. عم شوفه عم يمر بتغيرات جذرية. تغيرات داخلية. ولكن اا التغيرات هي الاشي الوحيدة اللي رح اا تود عليه بالرضى النفسي. او بالرضى الذاتي. لانه فيه امور ما بتوقع هالعلاقة ممكن اا تحلها او التواصل اللي بينكم ممكن حلها. لانه فيه اسئلة شخص اللي عم يسألها بتطلب انه يفوت جوه حاله يسأل اا يسأل حاله هو شو شو بده الى الامام? لانه مبين انه هو ما في عنده خطة او ما في عنده اا خطه مرسوم الى الامام? في عنده اا كتير بارانوية. كتير مخاوف داخلية. كتير شكوك ممكن بيكون بيشك فيك بيشك بالعلاقة اا بيخاف من طبيعة العلاقة انو ما تنجح. في عنده كتير مخاوف داخلية هالشخص لازم يشتغل عليها. هم شوفه ايضا عم مستني لخبر منك. خطوته يعني بالمستقبل في عنده مستني الى رسالة او خبر معين هالشخص. بيجوز مستني خبر منك. لانه ما عم شوف انه طاقته يعني عم يتحرك او عم يمشي الى الامام. عم شوف انه هو في رحلة بحث اا يعني عن الروحانيات. وايضا ما في تقدم عنده الى الامام. في عنده تغيرات جذرية رح لتصير. وعم يستنيه الى اا خبر معين او رسالة معينة. ربنا نشوف الطاقة المشتركة بينكم في المستقبل. اا شو رح يكون وضعها? اا نبين الجذاب الجسدي بينكم اا كتير عالي. ممكن انت او ممكن الشخص اللي عم تتعامل معه جسديا اا منجذب اليك كتير اا يعني بطريقة كتير عالية يعني. ولكن اا لسه فيه مخاوف. لسه فيه اا لسه خايف. ومتردد او متخوف. في مستقبل العلاقة. امشوف ولكن بينكم. لانه ذي ستار عندك هالكرت اجا مرتين. هون وهون. فعم شوف انه. الامور اول اشي رح تتغير بينكم. في المستقبل لانه عندك اا مستمرة. فالوضع اللي انتو فيه رح يتغير. ازا وضعك نيح مع الشريك او مع الحبيب اللي عم تتعامل معه حاليا. بدك تنتبه من الامور انه تتغير تحاول تكون مرن قدر المستطع. والبعض منكم اللي مش عم يحكي مع الشخص او مع الحبيب الامور رح تتغير هون. رح يصير فيه حكي لانه فيه عندك ايضا عرض حب. وعندك ايضا. يعني فيه رح يصير اكتمال دورة بينك وبين هالشخص او اكتمال اا كارما او العجلة اللي بينكم. رح يصير فيه توضيح لامور اا كتير عديدة بينكم. هالشخص بيشوفك امي. فيه ولكن شوي من المخصص راح تكون بينكم. ولكن همشوف الغالبية انت يا برج الحمل هون. يعني طاقتك الغالبية انه انت ممكن هالشخص يرجع للك لانه او بيشوفك على انك او مطرح الراحة او بيحس انه بيحس بالامان العاطفي معك هالشخص. فعم شوف انه ازا للبعض منكم ازا ازا فكر يرجع لك هالشخص انت راح تقدم له نوع من مثل الايد المفتوحة او راح تاخد هالشخص بالحب يعني ورح تتقبل منه. وانه همشوف ايضا انه هون بيشوفك العالم يعني بيشوف انه انته ممكن تقدم له كل اشي هو بيريده. او ايضا عندك تغيرات رح تصير بالمستقبل. يعني الطاقة المشتركة بينكم اا الطاقة كتير ايجابية. عمشوف انت وضعك احسن طاقتك احسن بمعنى انه انت عم تتحرك السرع من هالشخص. نشوف هالشخص طاقته شوي شوي بطيئة. يعني حتى خطوة المستقبل ما فيها كتير تحرك او تقدم الى الامام. ولكن الطاقة المشتركة بينكم الاوضاع بالتأكيد رح رح تتغير بينكم. اوكي حبايبي برج الحمل. بتمنى القراءة تكون عجبتكم وفاديتكم. اذا حبيت القراءة لا تنسى تحط لي لايك وكومنت شير وسبسكرايب. ان شاء الله رح تيفاك في فيديو قادم. شكرا.